عنا مشاريع البطاقات هذه والاشتراك والحمد لله احنا يعني دخلنا فلوس مهمة من البطاقات اللي طرحناها وهنا يبلغ حب الرجاع وحب الجماهير ودور الجماهير في انعاش ميزانية الفريق طرحنا اظن اظن 14 الف او بطاقة باعت يعني مش تبخرت مش تباعت وفي طلبات يعني ضغط طلبات للاشتراك يكون فتح المجال لانخراط منخرطين كيف فريق عنده قاعدة جماهيرية بالملايين فيه مئتين منخرط مئتين كيف وانا قلت وعدت الجماهير انه سيكون عندها دور واشراكها في اتخاذ القرار داخل النادي فتح الانخراط كانوا الرؤساء السابقين يخافوا يفتحوا الانخراط ويوسعوا قاعدة المنخرطين للمشاكل ويكون يعني تعطى او تمنح الفرصة للمنخرطين انهم يشيلوا مثلا او يقيلون الرئيس لو كان الرئيس ما صالح يشيلوا لاش يبقى نخلي فئة قليلة تتحكم في مصير ملايين اول دورة عندي عادية للجمع عام هيكون في اول نقطة تناقش هي توسيع قاعدة الانخراط وتخفيض من سومة الانخراط حتى يتمكن اكبر عدد من الجماهير بالمشاركة في اتحاد القرار انت لو انت ترى يعني انت ممكن تصرف كثير بس ما تنجح مع النادي فممكن يشيلوك يلا كي نقول احنا الموش طابة ان لو ما كنت صالح اطلع ويشوف واحد اصلح لاش يشيلوك انت جاي تحكم دولة ولا شنا جاي عندك انت جاي تدبر امور نادي ريادي لو فشل تطلع خلي فرصة التاني شكرا